كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء في مكة ولا يلزم المسلمين بصيامه فلما قدم المدينة ورأى أهل الكتاب يصومونه صامه وأمر بصيامه حتى كان الصحابة يصومون صبيانهم وقال لليهود نحن أحق وأولى بموسى منكم فلما فرض رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلزام المسلمين بصوم عاشوراء فصار مستحبا بعد أن كان واجبا ثم عزم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته على أن يضم إليه التاسع مخالفة لأهل الكتاب لكنه توفي قبل أن يصومه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر